السلام عليكم تحية من قناة وصفات ام فدواء كيفية اليوم الخوخ المعلب ولا الخوخ المصبر او كومبوت الخوخ مثل الجهاز كما ينشره في البوات وره السعر التاعه غالي بساف مدام اره وقت الخوخ يعني ما زالوا متواجد في الاسواق نكون بخوفيت ونحضروا به الخوخ المصبر ولا الخوخ المعلب ونخبوه غيف التلاجة راح يشدكم مدة عام كامل ودري به واش تحبيه دري به لي سارة دوفوي دري به لي تاخت ولا ليغاتو الوصفة راهي سهلة وسريعة التحضير يعني ما تكلفكش مجهود ولا وقت كبير دونك تبعي معي فقط الخطوات باش تنجحي فيها وقبل هذا انذكركم بجاملة فيديو تعليق مشجع وبرتاجوا الوصفة بين احببكم اصدقائكم لتعمل فائدة بين الجميع ومشاهدة طيبة اذا اول خطوة نديروها نجيبو الكاسرونة نحطو فيها كاستا السكر مع الزوج كيسان ونصف تعلماء ماء عادي من الحنفية نحطو الكاسرونة التاعنا فوق النار منذ بداية الغلايين نحسبو لها خمس دقايق ونطفو عليها نروحو الان للخوخ تعنا نختارو الحبات ليكونوا يبسين وشدين نروحهم كيما راكم تشوفو بعد ما نغسلوه نصفوه نمسحوه مليح وبعدها نجيبو الموسي يكون حاد ونقسمو الحبة على ثلاثة حكذا باش نحولها النواة بكل سهولة نحو هذك النواة شوفوا لكالي تهاديت على الخوخ رافية هذك الجزء الأحمر تحبوه تنحوه تحبوه تخلوه عادي بعدها نقشرو الحبات على الخوخ او انصاف او انصاف عفوا الحبات على الخوخ كيما راكم تشوفو يعني نحولهم القشرة هكذا كيما كنت لاحظو بالنسبة لكمية الخوخ اللي استعملت على حساب يعني السيغو اللي كنت حضرتوه بالتقريب واحد الكيلو هكذا كتا خوخ المهم اندير على حساب كمية العصير او كمية السيغو اللي راني اموجدته هنا راكم تشوفو نكمل نقي كامل الحبات التوعي يعني نقي كمية لباس بها تعال الخوخ وبعدها راح نولي لكم تقدرو امام الحبة او النصف لحبة الخوخ تقسموه على اثنين يعني تقسموه الى شرائح مش شرط انكم اديرو هكذا انصاف وملاحظة مهمة انقولها لكم قبل ما اننسى لازم نستعملوا الخوخ لي مايكونش طايب ومايكونش مبيكي يعني يكون الحبة على الخوخ هكذا سافين كما لكم تشوفو ايلا شفتو شوية طايب ولا مبيكي ولا نحوها على جهة يعني ماديوهاش في الوصفة تعليوم لي هي الخوخ المعلب كما اه قلت لكم هاد الوصفة راهي تشد لكم مدة عام كامل في التلاجة مايفسد مايسرلو حتى حاجة حتى يجي الموسم التعال العام القادم باذن الله تعال الحوخ عندي هنا البلارة انتم ما اذا كنتو شريتو بلارة اه مش مشكل اذا كان عندكم هاد البلارات انا عندي هادي تعالى مايونيز جاية حكذا كبيرة واش ندي نخسلها مليح وبعدها نعقم هاي منفورها في الكسكاس يعني نديرها على فمها ونحطها في الكسكاس تفور واحد لخمسة دقائق حكذاك ولا نغلي الماء ونحط البلارة بها بالغطاة تغلي في في القدر تعالى الماء مغلي وبعدها نصفيها نقطرها يعني نحطها في مكان يكون معقم ولا اه فوق انتوخشون اللي يكون ناطف ونخليها تنشف بعدها نجيب هنا الانصاف حبات الخوخ كي ما راكم تشوفوا وندخلهم مليح هنا اه احرصوا باش متخلوش ليس باس متخلوش الفراغ بزاف بين الحبة واختها او بين هاد الانصاف تاع الخوخ يعني اتضغطوا عليهم تستاعينوا بملعقة ولا كي ما راكم تشوفوا وتبدأوا تتضغطوا على حبات الخوخ بهذا الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها امامكم راكم تلاحظوا هنا في الصحن راكينا نصف را شوية بيكي يعني منش راح نستعمله هنعودوه بنصف اخر يعني نديروا على جهة ومنش راح نديروه في البلارة باش تنجح معايا العملية شوفوا هنا دخلوه لماكسيموم تاع الخوخ يعني دخلوه كامل حتى باش متخلوش ليس باس ونروحوا للمرحلة الموالية نجيبوه سيغو تاعنا وهو سخون يعني نطفوه للنار ونجيبوه سيغو ونفرغوه غير بالعقل حتى تتعمر يعني حتى الفم تحديك البلارة كامل يتعمل يعني لازم نغطوه الحبات تاع الخوخ وبعدها نغطوه مليح او نديروه تاع البلارة كما كم تشوفوا أنا بقالي شوية تاعسيغو بقالي تاني الخوخ راح نديروه هكذا في البلارة بنفس الطريقة نجيبوه قدر تاع الماء القدر لازم يكون غامق ونحطوه البلارة تعنا ونعمروا الماء يعني ما يكون فوق النصف كما راكم تشوفوا يعني تغطوه شوية هذيك البلارة تغطوها وتخلوها او تخلو هذيك الماء يغلي منذ بداية الغلايان كما كنت لاحطوه خلوه واحد العشرين دقيقة حتى النصف ساعة وهو يغلي وبعدها طفوا للنار يعني كي تجي عشرين دقيقة طفوا للنار وخلو هذيك البلارة في الماء حتى يبرد هذيك الماء تماما بعدها تنحو البلارة تاحكم تعال خوخ المصبر ودخلوها في التلاجة وتحتفضوا بها عام كابل أنا دبت لكم هذي التجربة يعني ديت لكم الوصفة وبعد 15 يوم جيت باش نوري لكم النتيجة جبت البلارة تاعي افتحتها راح يكون فتحتها شوية سعيد كوم سيركم شريطوهم معلب من المحل لوق بعد ما اه هنا فتحت معكم حبة او نصف حبة لكم تشوفوا في القواني التاح كيفاش يكون ويجي ابنين بالبزعف هذي الوصفة التاعنات اليوم نتمنى باش تجربوها بنفس الطريقة نفس الخطوات اكيد راحين تنتحوا فيها اذا عجبتكم ترتجوها بين احبابكم واصدقائكم نضربكم موعد في الايام القادمة ان شاء الله في كيفية جديدة مع السلامة